تحت عنوان الطريق نحو قاب 29 شاركت وزيرة البيئة ياسمي فؤاد في الجلسة العامة للاجتماع الوزرية غير الرسمية في الشق التمهدي لمؤتمر المناخ قاب 29 والمنعقد بالعاصمة الأذرية باكو خلال الفترة من التاسع إلى الحادي عشر من أكتوبر الجاري وذلك بهدف دفع المفاوضات المناخية قبل المؤتمر المقرر عقده في نوفمبر القادم أشارت وزيرة البيئة إلى أن العمل الطموح على إجراءات التخفيف والتكيف في هذا الوقت الحرج لن يتحقق إلا بتوفير دعم ملي يمكن الوصول إليه لتلبية الاحتياجات